كمان قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال كلماته اليوم بمبادرة مستقبل اثثمار بالعاصمة السعودية الرياض إن مصر عازم على المضي قدما في مسيرة التنمية الشاملة على الرغم من التحديات في المنطقة تطبيق سياسة ضريبية جديدة تستهتف تبسيط إجراءات تطبيق الضرائب والعمل على توحيد جهات التحصيل وتسريع إجراءات تسوية النزاعات الضريبية كما شملت الإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية اعتماد برنامج جديد لدعم الصادرات وكذلك إطلاق استراتيجية وطنية للصناعة تستهدف تحقيق طفرة في الصناعة الوطنية عبر زيادة المكون المحلي وجذب استثمارات جديدة في عدد من الصناعات الهمة مثل صناعة السيارات الكهربائية ثانيا قطاع الطاقة مما لا شك فيه يرتبط مستقبل التنمية المستدامة في العالم بقضية أمن الطاقة لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بالفجوة بين مصادر الطاقة المتاحة من جهة واحتياجات الطاقة من جهة أخرى ومن هذا المنطلق تسعى مصر إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءتها وتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة من خلال تحفيز الاستثمارات المباشرة في هذا القطاع الهام بالتوازي مع إقامة شراكات مع الدول الشقيقة والصديقة لا سيما في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وفي هذا الإطار فإنه من دواعي سروري أن نشهد ما تحقق اليوم على صعيد الشراكة بين مصر والسعودية في المجالات ذات الصلة بأمن الطاقة وتنويع مصادرها وجدير بالإشارة هنا إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية والذي يستهدف إنتاج 3000 ميجاواط من الكهرباء على مرحلتين